ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القرآن الكريم كما تحدث عن ملك سليمان هذا الملك الكبير والعظيم والعجيب والعريض الذي خرق نوامس الطبيعة وتكلم عن الرياح كيف تقله وعن الشياطين كيف يبنون في تلك المملكة أيضا تحدث عن القاعد الأساسية التي بني عليها ذلك الملك وهو العلم تحدث عن علم نبي الله سليمان وهو الأساس هذا العلم تحدث عنه القرآن الكريم في عدة آيات منها لما كان عمر 11 سنة وقضى في قضية الحارث كما قال تعالى في سورة الأنبياء قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحارث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين الآية تحدث الله تبارك وتعالى فهم سليمان وعلمه وألهمه وأيضا في آية أخرى في سورة النابل قال تعالى وولث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفاضل المبين فإذن أيضا من العلوم التي علمها سليمان عليه السلام علم منطق الطير وكذلك في نفس سورة النابل يتحدث القرآن الكريم والله تبارك وتعالى آتى داود وآتى سليمان علم وهب هذا العلم تأسست تلك المملكة الكبيرة والعظيمة وذلك الملك العظيم وكيف أنه بنوا ذلك المجتمع على أساس الفضيلة والإنصاف والعدل والمعارف وكما قال تعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا تحدث عن العلم وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ من عباده المؤمنين هنا القرآن أشار إلى نعمة العلم لماذا؟ لأنها تعد أكبر النعم من أكبر النعم على الإنسان أكبر من نعمة المال وأكبر من السلطان وأكبر من الصولجان أكبر نعمة هي نعمة العلم هذه النعمة التي حدها القرآن الكريم وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المؤمنين هنا مدار تفضيل الناس ليس بالمال والجاه وإنما مقياس التفاضل بين الناس هو العلم كما قال تعالى في آية أخرى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأساسا هو من أسباب إتيان سليمان هذا الملك العظيم علمه لو ما كان يملك علم ما كان مستحقا لذلك الملك العجيب ولإدارة تلك المملكة وذلك الملك كان عمره داعش سنة كما أسلفت قضى في قضية حرث وعقب واستدرك على حكم أبيه داود في قضية الغنم حينما دخلت تلك الغنم إلى بستان وأكلت كروم العنب ورفع البستان أمره إلى داود وقضى داود بمسألة أنه يأخذ الغنم حوضا عما أتلف في بستانه وبعد ذلك استدرك سليمان على حكم أبيه داود قال يا أبا لماذا تكون هذه الأغنام وديعة هو يستفيد من حليبها من لبنها من شعرها ويصلح صاحب الغنم البستان ثم يرده إلى صاحبه ثم يأخذ غنيماته والله تبارك وتعالى ألهم هذا الحكم وفهم هذا الحكم نبيه سليمان وقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هذا هو العلم وهناك إشارات جميلة عند المفسر من صاحب الأمثل في تفسيره حينما تحدث عن هذه الآية المباركة وأشار في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام رأت العقول في الجزء الثالث ذكرها يقول إن داود ورث الأنبياء وأن سليمان ورث داود وإن محمد ورث سليمان وما هناك وإن ورثنا محمدا وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى ثم تحدث عن تلك الحكومة العجيبة وبيّن في تسلسل الآيات المباركات هنا كيف أن الله تبارك وتعالى تحدث عن قصة موسى عليه السلام ثم بعد ذلك جرى الحديث عن هذين النبيين عن داود و سليمان وكان الكلام عن داود لا يتجاوز إشارة عابرة وأما الكلام عن سليمان فكان أكثر استيعاب وتفصيل في بيان علمه وما أوتي وهكذا وهكذا القرآن الكريم يتحدث عن نعمة العلم عن هذه النعمة العظيمة والعجيبة التي ارتفع بها ارتقى بها سليمان وأدار تلك المملكة وذكر في هذا المقطع من قصة هذين النبيين بعد قصة موسى باعتبار أنهم كانوا من أنبياء بني إسرائيل وحينما تجد اختلاف في التاريخ يعني بين تاريخ الأنبياء وتاريخ داود و سليمان باعتبار نتيجة الاستعداد الفكري والملائمة في ذلك المحيط الاجتماعي في عهدهما في عهد داود و سليمان لذلك وفق لتأسيس حكومة عظيمة و كبيرة و كان الكلام عن العلم و عن القدرة و العظيمة و أيضا الكلام عن طاعة الآخرين حتى الجن و الشياطين لهذه الحكومة الإلهية و كيف تحدث حتى عن تسليم الطير في الهواء و الموجودات الأخرى كيف سلم الهدد و الطيور كافة لهذه الحكومة الإلهية و بالطبع أن هذه الأمور هي ميزة قصة هذين نبيين داود و سليمان و لكن الطريف في الأمر أيها الأحبة أن القرآن بدأ بمسألة موهبة العلم لماذا؟ لأنها أساس الحكومة أساس الحكم و لقد آتينا داود و سليمان علما أما ما هو ذلك العلم؟ هناك كلام عند المفسرين كثير من المفسرين أجهدوا أنفسهم و أتعبوها ليتوصلوا لذلك العلم الذي أوتيه سليمان و داود و الآية جاءت بصورة مغلقة مبهمة حتى قال بعضهم هو علم القضاء بقرينة الآية عشرين من سورة صاد و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب و الآية مثلا تسعة و سبعين من سورة الأنبياء و كلا آتينا حكما و علما البعض الآخر من المفسرين يقول هو هذا العلم المقصود بعلم منطق الطير بقرينة الآية علمنا منطق الطير هناك بعض أيضا من المفسرين يقول المراد من هذا العلم هو صنعة الدروع بقرينة قولي تعالى صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم لكن مفهوم العلم لا شك أنه أوسع من كل ذلك الواضح أن هذا له مفهوم واسع لأنه يحمل في نفسه علم التوحيد هذا واحد و كذلك علم الاعتقادات المذهبية هذا أمر ثاني أيضا و كذلك علم القوانين الدينية و الأمر رابع علم القضاء و الأمر خاص علم جميعه و جميع العلوم التي ينبغي أن تتوفر في مثل الحكومة الواسعة القوية باعتبار أن تأسيس حكومة إلهية على أساس العدل و حضارة عامرة حرة دون الإفادة من العلم الواسع هذا مستحيل غير ممكن و لذلك القرآن الكريم يتحدث و يعد مقام العلم لتشكيل هذه الحكومة أول حجر هو حجر الأساس في تشكيل الملك و الحكم العلم و يتحدث عن شكر داول سليمان لهذه المنة و هذه المنحة و هذه الفضيلة العلم و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثيرا من عباده المؤمنين و أيضا ما يجلب النظر أيها الأحبة بعد بيان هذه الموهبة العظيمة بعد بيان العلم يتحدث كما أستطعن الشكر مباشرة حتى يكون ذلك واضح أن كل نعمة لابد لها من الشكر و حقيقة الشكر هو الاستفادة من تلك النعمة في طريقها الذي خلقت من أجله تعليم الناس تفهيم الناس الإنصاف العدل بناء حكومة بناء مجتمع قوي و هكذا و هذان النبيان العظيمان داول سليمان عليه السلام استفاد من هذه النعمة بالاستفادة القصوى و نظم حكومة إلهية و جعل داول سليمان جعل معيار التفضيل على الآخرين القرآن هنا جعل معيار التفضيل على الآخرين العلم ما جعل مقياس التفضيل لا القدرة ولا الحكومة ولا الثروة ولا الخيل و هي كلها متوفرة كانت بل عد أنه مقياس التفاضل للعلم و عد الشكر عليه و لم يشر في قضية الشكر إلا لقضية فضيلة العلم لا لغيره من المواهب الأخرى لأنه كل قيمة هي من أجل العلم و كل قدرة إنما تعتمد أساسا على العلم وبعض المفسدين طرح سؤال ينقدح في الأذهان أنه داود و سليمان لما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين و لم يقول على عباده المؤمنين جميعا مع أنهما يعني كان الأفضل هما نبيين وأفضل عصرهما والجواب يشره بعض المفسرين لعله هذا التعبير رعاية لأصول الأدب و التواضع أنه على الإنسان لا يرى نفسه أفضل من الجميع في أي بقام كان و البعض المفسرين يقول لأنهما كان ينظران إلى جميع الأزمنة و لم ينظر إلى زمن مخصص و معين أو زمن خاص و أنت تعرف أنه على مدى التاريخ يوجد أنبياء كانوا أفضل منهما و هذا العلم فعلم سليمان هنا القرآن تحلث عن علم داود و عن علم سليمان لكن فيما يختص بعلم سليمان أنه كان عالما كان حكيما و ليس فقط كان ملك استثنائي و ملك الأرض بأمور خارقة للطبيعة و سخرت له الجن و الإنس و الطير و الريح و إلى آخره لا كانت عنده علوم عجيبة و عظيمة و كبيرة منها علم منطق الطير هذا وحد من العلوم قل بنا منطق الطير كما يقول تعالى المنطق ما هو بالمنظور في لسان العرب يقول النطق يتحدث عن النطق يقول النطق هو التكلم ثم يضيف يقول كلام كل شيء منطقه و منه قوله تعالى علمنا منطق الطير ثم ينقل عن بعض علماء العرب و كان يقصد ابن سيدة ذكر أنه خلافا لما قال هو قال ابن سيدة خلافا لما قال بعضهم أن النطق خاص بالإنسان يقول فقر يستعمل النطق في غير الإنسان و ينبغي الالتفات إلى أن الفلاسفة أيضا و علماء المنطق أطلقوا النطق على القدرة على التفكير قدرة تثنون هذا نطق لأن القدرة على التفكير يعطي الإنسان التمكر من الكلام و هنا الآية هي تحكي عن لسان سليمان و قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير و أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين هذا هو الفضل العلم والمعرفة والنطق هو كل لفظ مبين للحقيقة والمفهوم و حقا لا نريد أن نقول ما يظهر من أصوات الحيوانات عند الغواب مثلا أو الرضا أو الألم أو يظهر الشوق لأطفالها هو نطق و إنما هناك أصوات تقترن بحالات الحيوان لأننا نرى أن سليمان تكلم مع الهدهد في مسائل وحمله رسالة و طلب منه أن يتحرى الجواب وهذا الأمر أيها الأحبة يدل على أن الحيوانات بالإضافة إلى أصواتها الكاشف عن حالاتها الخاصة لها القدر على النطق في ظروف خاصة بأمر الله تبارك وتعالى كما سيأتي الكلام في شأن تكلم النبل في الوادي في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى وبالطبع النطق استعمل في القرآن بمعناه الوسيع بمعناه الأعام حيث يبين حقيقة النطق و نتيجة النطق وهو بيان ما في الضمير سواء كان ذلك عن طريق الألفاظ أو عن طريق الحالات الأخر كما في قوله تعالى في آية واضحة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لكن لا حاجة في التفسير الكلام هنا سليمان علم منطق الطير و طبقا لظاهر الآيات المباركات كان يعرف الألفاظ الطير الخاصة و الدل على مساء المعينة و يشخصها و أنه كان يتكلم معها فعلا أما و أوتينا من كل شيء بعض من المفسرين حدد هذا المفهوم و هو مفهوم واسع لكنه المفهوم واسع يشمل جميع الأسباب اللازمة لإقامة حكومة عادلة حكومة إلهية تنشر العدل و الإنصاف أيضا من العلوم التي علمها سليم علم الفاصل و القضاء هو كان يجلس على كرسي القضاء و يفصل بين الناس حتى في تفسير الثعلبي يسمى تفسير الكشف و البيان و هو مخطوط لم يطبع إلى الآن و أيضا في بحار الأنوار إشار أيضا كان يدعوهم إلى فصل القضاء و كان يجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي من الذهب مفصصة بالجوهر وهي ألف كرسي عن يمين سليمان وتجي عظماء الجن أيضا وتجلس على كراسي من فضة عن يسار سليمان وهي ألف كرسي أيضا يحفون به ثم يحف بهم الطير فتظلهم و يتقدم الناس للقضاء مشاكل يحكم بين الناس ثم يدعو سليمان بالبينات و الشهود لإقامة الشهادات هنا ثعله يشير هذا التفسير و ذلك العلامة المجلس في بحار يقول فيدور الكرسي بما فيه ما عجب من حوله دوران الرحى مسرعة و هناك أسود أسدان يبسطان أيديهم و يضربان في الأرض بأذنابهما و هناك نسور أيضا طيور و أيضا نسران و طاوسان يبسطان الأجنحة هنا يفزع الشهود و يدخلهم من الرعب بحيث لا يشهدون إلا بالحق الله يدخلهم رعب و فزع مما يرون من أمور من أمور عجيبة فيخافون و يشهدون بالحق و لا يكذبون أيضا علم سليمان منطق الطير و علم منطق الحيوان على مجلسة بحر و ننقل عن مشارق الأنوار عن هذا الكتاب أن سليمان عليه السلام كان صماته كل يوم سبعة أكرار يذكر هذه القصة الجميلة يقول فخرجت داب من دواب البحر في يوم الأيام و قالت يا سليمان أضفني فأمر يا سليمان يجمع لها مقدار سماته شهرا عظمت ذلك الصمات فلما اجتمع ذلك على ساحل البحر و صار كالجبل العظيم أخرج الحوت رأسه و ابتلع جميع ما في الصمات أخرجت تلك الحوت رأسها و ابتلع الجميع حتى قال ما شاء الله بما رأى سليمان فقالت يا سليمان أين تمام قوتي اليوم هذا بعض قوتي فتعجب سليمان فقال لها هل في البحر داب مثلك فقالت ألف أمة ألف أمة فقال سليمان سبحان الله الملك الحق العظيم وهناك قضية أخرى أيضا في الطاير أنه رأى عصفورا يقول لي عصفورا لزوجته لما تمنعي نفسك مني ولو شئت أخذت قبة سليمان بمنقاري فألقيتها في البحر فتبسم سليمان عليه السلام تبسم ثم دعاهما وقال العصفور أتطيق أن تفعل ذلك قال لا يا رسول الله ولكن المرقر يزين نفسه ويعظمها عند زوجته والمحب لا يلام على ما يقول ما يلام المحب على ما يقول فقال سليمان ولتمت للعصفورا قال لما تمنعينه من نفسك وهو يحبك فقالت يا نبي الله إنه ليس محبا ولكنه مدعا لأنه يحب معي غيري قالت لأنه يحب معي غيري هذه الكلمة أثرت في قلبي سليمان وبكى بكاء شديدا واحتجب عن الناس أيام يدعو الله تبارك وتعالى أن يفرق قلبه لمحبته وأن لا يخالطها بمحبة غير العالم كل أسرار لسلما يكون عالم أمة الطير أمة الحيوان أمة الدواب ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم لأن سليمان عالم فتكشفت له الأسرار وهطقت له الحجب من المعارف ومن العلوم وحتى في كتاب دعوات الراوندي يشير في كتاب دعوات الراوندي أن سليمان عليه السلام كان جالسا على شاطئ بحر فبصرة بنملة تحمل حبة قامح تذهب بها نحو البحر وصار سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفضع أخرجت رأسها من الماء فتحت فادخلت النملة وغاصت مع الضفضع وساعات ثم خرجت تلك النبل وبعد ذلك سألها دعاها سليمان وسألها عن حالها ماذا تصنعين فبينت أن هذه الضفضع تنقل الطعام لدود أنا أدخل الضفضع تنقلني لدودة في صخرة مجوفة ترتقي تلك الدودة فتأخذ ذلك الطعام بأمر من الله تبارك وتعالى وسألها ماذا كانت تقول ها تلك الدودة العمياء التي الله تبارك وتعالى جعل لها ذلك الرزق هي يقول قد وكرني الله تبارك وتعالى برزقها لأنها لا تقدر أن تخرج منها لطلب المعاش فهنا سألها عن ماذا كانت تقول تلك الدودة العمياء فقالت كانت تسبح الله عز وجل وتقول سبحانه الذي لا ينسى لا ينساني في جوف الصخرة الصلدة في تلك الليلة الظلماء الله تبارك وتعالى يرزق النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهكذا وهكذا تتكشف الحجب وتهتك الأسرار لهذا النبي العظيم العالم ملك الدنيا ذلك الملك العجيب لكنه قبل ذلك هو عالم حكيم هذه المعارف وهذه العلوم وهذه الآداب التي يذكرها القرآن الكريم وتذكرها الروايات في شأن هذا النبي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهر اشتركوا في القناة